السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال جريد 5 أهلا بكم النهاردة هنبتدي مع بعض من هتكنيكت بلاس 5 وحنبتدي من يونت 1 لسن 1 and 2 هنشرحهم في السيشن ده والسيشن القادم إن شاء الله اللي حتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف حتلاقي فيه حل التدريبات من كتاب الباهر اشترك في القناة وما تنساش لايك للسيشن دي وليتش اجت ستارتد يلا بينا نبدأ بسرعة أول حاجة حبايبي هندرس ecosystem يعني النظام البيئي البلورال الجامع بتاعه ecosystems الإنظمة البيئية وحنشوف ايه أنواع الإنظمة البيئية ecosystems ecosystem الإنظمة البيئية ecosystems ecosystems طبعاً حبيب ياريت تقول ورايا إيكو سيستمز إيكو سيستمز إيكو سيستمز والبلورال إيكو سيستمز إيه هي الإيكو سيستمز؟ ديزرت 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 يعني في بيئة أو نظام بيئي سحراوي دي كلها أنظمة بيئية طبعاً الديزرت اللي بيعيش البلانتس أو الأنيمال اللي بتعيش فيها مختلفة عن اللي بتعيش في الفورست أو في المارين إيكو سيستم أو أي بيئة كل بيئة لها حيواناتها ونباتاتها الخاصة بيها إيه اللي متلقمة معها؟ يبقى إيكو سيستمز أنظمة بيئية ديزرت 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 طبعاً عندي كلمة ديزرت يعني سحرا لو أنا كتبت كلمة كده زيها بالضبط ديزرت زيها بالضبط بس الفرق إن هنا دابل إس وهنا إس واحدة فهتبقى دي إيه؟ هتبقى تحلية طبق للتحلية يبقى ديزرت طبق حلو أي حاجة كتبها يا أولاد اكتبوها أنتو لكن ديزرت صحروق يبقى دي تحلية ودي صحروق ديزرت صحروق ديزرت تحلية ديزرت فورست فورست غابة فورست 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 اللي هي المياه العزبة طبعا بيبقى فيها برضو كائنات مختلفة عن المياه الملحة فريش وارر فريش وارر فريش وارر غراس لاند غراس لاند غراس لاند رين فورست رين فورست رين فورست غابة رين فورست مارين 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 رين فورست غابة مطيرة يعني غير الإيه؟ دي غابة وبس فورست غابة وبس رين فورست غابة مطيرة مارين مارين يعني بحرية الإيكو سيستم دي بحرية مارين مارين بحرية مارين يبقى دي فيها مياه ملحة لكن دي فريش وارر دي مياه عزبة ودي مياه ملحة يبقى تاني إيكو سيستمز يهم ديزرت فوريست فريش وارر أرض العشبية اللي بيعيش فيها الحيوانات غابات مطيرة أو الغابات الاستوائية مارين اللي هي البيئة البحرية دي كلها إيكو سيستمز إيكو سيستمز إيكو سيستمز إيكو سيستمز ستورم ستورم عصفة ستورم ستورم أريا 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 منطقة أريا أريا ثك سميك ثك ثك سوال توارر سوال توارر سوال توارر ديزيزز 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 يعني أمراض ديزيزز بادر فلايز بادر فلايز بادر فلايز بادر فلايز اللي هي الفراشات بادر فلايز 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 roots 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 جزور roots trip trip رحلة trip trip south thinai south thinai اللي هي جنوب صيناء ونلاحظي ان هنا الاست كابتل والاست برضو كابتل ليه لان ده اسم المحافظة محافظة جنوب صيناء south thinai طيب هي محافظة خدناها قبل كده اللي هي إيه جوفنريت محافظة خدناها في داميتا جوفنريت ساوث سايناين شالو شالو يعني غير عميق يعني المية دي قالت مية هنا ديب يعني إيه ديب يعني عميق لكن شالو غير عميق يعني مسطحة كده سطحية يبقى شالو غير عميق عكسها ديب شالو ديب نكتب قدامها يا ولد ديب الابزت بتاعها جيب شالو جيب شالو جيب أمراض طيب أنا عندي اللي بس لغاية هنا يعني مريض المريض بتسوي ايه بتسوي سك مريض المريض أزود بقى هنا لغاية بقيت ايه بقيت مرض أزودت لها عشان خاطر أجمعها بقيت أمراض طب أنا اللي زودت لها إيه إس عشان هي بتنتهي بإس إس وطبعا عارفيني الأسماء اللي آخرها إس إس لما بجمعها بطفلها إيه إس يبقى المرض مريض إلنس أمراض كيميونتي 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 منجروف فورست منجروف فورست منجروف فورست يعني غابات المانجروف منجروف فورست منجروف فورست منجروف فورست منجروف فورست غابات المانجروف سGr 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 طربة سGr carbon dioxide carbon dioxide اللي هو ثاني اكسيد الكربون carbon dioxide طبعا إحنا عارفين community طبعا إحنا خدناها قبل كده community خدناها قبل كده لما بجمعها بعمل إيه؟ بحذف ال-Y وضيف بكانها I-E-S communities عشان ال-Y قبلها consonant اللي هو T يبقى community communities mangrove foresters اللي هي غبات المانجروف mangrove ده شجرة معينة هنتكلم عليها النهاردة mangrove foresters اسمع شجر المانجروف mangrove foresters soil turbo soil turbo اللي هي الأرض اللي بنزرع فيها soil الأرض اللي بنزرع فيها يعني مش أرض الشارع ولا أرض البيت لا soil turbo soil carbon dioxide هنا القشوة يعني قشوة يعني أنطقة خفيفة خالص كأنها مش موجود carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide along the coast along the coast يعني بامتداد الساحل along the coast along the coast يعني على طول الساحل grew out of grew out of ينمو من grew out of يعني يطلع من حاج ينمو من شي grew out of safe home for خذوا بالكم كلمة home زي ما قلنا قبل كده معناها المكان اللي بعيش فيه اللي بس كن فيه أين كان نوعه كان house كان flat كان castle زي ما يكون أصر قلعة بيت شقة بيت كوخ كلهم home بالنسبة لي والمعنى الأكبر لكلمة home وطن فهنا home دايب معنى موطن وطن يبقى safe home for يبقى موطن آمن لي for back animals for plants هنا حكي تبقى آمن لمين safe home for living things الكائنات الحية living things طبعا عكساها إيه يا ميس non living things الكائنات غير الحية يبقى living things كائنات حية non living things كائنات غير حية non living things non living things interact with يتفاعل معه interact 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 with interact with high out of high out of high out of species of species of species of species of يعني أنواع من أو فصائل من يعني احنا عارفين الكائنات الحية كلها بتنقسم إلى فصائل أو أنواع فاسمها species species اللي هي ايه الأنواع وهنا c-i-e أولى species species هنا nab national park nab national nab national nab quodbalkol أسماء يا أولاد اللي هي عندنا بالعربي اللي هي أصلا عربي إحنا لما نيجي ننتقها ما ننتقهاش بالإنجلش زيهم إحنا نقولها بالعربي عايز يعني نجي نقولها نبق زي ما احنا بنقولها مش نقولها نبك زي هما هايقولوها لا ليه هما لما بيجوا يقولوا الأسامي بتاعتنا الأسامي بتاعتهم بيقولها بطريقتنا ولا بطريقتهم بطريقتهم يبقى جاية نقولها نبق زي ما بنقولها نبق national park نبق national park اللي هي حديقة نبق الوطني يبقى national يعني وطني قومي يعني قومي يعني يخص القوم دول الناس دول global warming global warming يعني احتباس الحراري global warming global warming احتباس الحراري يا ولادي يعني درجة حرارة كوكب الأرض تزيد ليه لأن بيحبس حرارة الشمس اللي هي جياله يعني الشمس بتبعت حرارة للأرض فالأرض بتحبس الحرارة دي جزء منها وتعكس الباقي فلما تعكس الباقي ويفضل قدر بسيط فده يبقى كويس طب افرض بقى ان هي حبست كتير ده بسبب التلوث فيحصل احتباس حراري الاحتباس الحراري يعني احتفاظ بقدر كبير من أشعة الشمس فيسخن الأرض زيادة على اللزوم وده خطر ده اسمه global warming global warming global warming البربس هنا عندي البربس arrive arrived 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 protect protected protected protect protected protected دي طبعا الأفعال حبايب الريجلر اللي هي بزود لها دي أو اي دي عشان تديني ايه البست interact interacted intracted intracted intract intracted intracted survive survived survived survive survived survived survive يعني ايه يعني يبقى على قيد الحياة survived survived لو انا بصيت على الفيربس دي هلاقي هنا arrive زودنا لها دي بس احنا عارفين الريجلر الافعال المنتظمة لازم يبقى الماضي بتاعها اخره اي دي فلو هو عنده اصلا ايه انا بزود له دي بس هنا اضفت اي دي هنا اضفت اي دي برضو هنا اضفت دي بس اوكي طبعا وبردو بيبقى فيها التصريف التاني زي التالت بالزبط يبقى arrive arrived arrived protect protected protected survive 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 اوكي فوت فوت دي بقى الريجلر بربس اللي هي بتتحفظ عندي هنا اجي itch silent fight فوت 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 grow grow grown grow يزرع grow grown يزرع بصوا خدوا بل كلمة grow معناها يزرع او معناها ينمو ينمو يعني يكبر ينمو يكبر يبقى grow grow grown grow grow grown يزرع او ينمو او يكبر grow grow grown grow grow grown let's read our lesson our school trip to nab national park يعني رحلتنا المدرسية لنب national park يعني ايه نب national park يعني حديقة نب الوطني نب national park by heba عثمان يعني مين heba عثمان دي اللي كاتبة الكلام ده بواسطة هي باعصم اللي كاتبة نب is a very big national park النب هي حديقة وطنية كبيرة جدا in south sinai في جنوب sinai along the coast here بطول الساحل هنا there are 4.8 كيلومتر يوجد 4.8 من 10 كيلومتر of mangrove forests من غابات المانجروف which is the largest اللي هي اكبر in the red sea في البحر الاحر we went there احنا ذهبنا هناك to learn عشان نتعلم why mangrove forests ليه غابات المانجروف are so important مهمة جدا for the marine ecosystem علشان البيئة البحرية هنتكلم النهاردة عن البيئة البحرية وبالتحديد عن المانجروف اشجار المانجروف اللي هي بتعملي منجروف forests غابات المانجروف يبقى عندي national park حديقة وطنية in south sinai اللي هي نبك أو نبك نبك national park طيب هي موجودة فيه أو تقولها 4.8 كيلومتر 4.8 من 10 كيلومتر من منجروف من أشجار forest من غابات المانجروف غابات المانجروف هي غابات فيها أشجار اسمها أشجار منجروف تريس أشجار المانجروف which is the largest هي أكبر في داردسي في البحر الأحب أوكي we went there to learn رحنا هناك نتعلم why منجروف forest لغابات المانجروف are so important هنا معناها زي very جدا طبعا هي معناها لذلك وبيجي بعدها النتيجة ولكن هنا so important مهمة جدا for the marine ecosystem للنظام البيئي البحري هنشوف when we arrived at the beach لما احنا وصلنا على الشاطئ we saw trees شفنا أشجار growing out of the sea بتنمو بتخرج من البحر most trees معظم الأشجار can't grow in salt لا تستطيع النمو في salt water في المياه الملحة but mangrove trees can ولاجن أشجار المانجروف تقدر تنمو يعني هناك يا ولد طبعا ده بحر وريتسي ده بحر والمياه فيه salt salt water يعني المياه الملحة salt water المياه الملحة فالمياه هناك ملحة طبعا لو جينا نزرع نباتة عادي من احنا منزرعه ده في المياه الملحة مش حينمو ولكن mangrove trees بتقدر يبقى أول حاجة مهمة في mangrove trees إن هي بتنمو في المياه الملحة تقدر تنمو في المياه الملحة salt water يبقى mangrove trees grew تنمو in salt water في المياه الملحة but mangrove trees can they have amazing roots ليه هم ليه بقى هيقول لي هيشرح لي بقى هي بتقدر تعيش لي they have amazing roots هم عندهم جزور مدهشة يبقى دي جزور مدهشة which grow يبقى أول حاجة إن هم grow in salt water دي حاجة مهمة جدا هم grow in salt water تاني حاجة عندهم amazing roots amazing roots يعني جزور مدهشة which can grow high out of the water تقدر تنمو خارج المياه يعني الجزور بتاعتها بتنمو في المياه وبعدين تخرج من المياه بتنمو خارج المياه which grow high out of the water they have amazing roots عندهم جزور مدهشة which التي عائدة على الجزور grow high out of the water بتنمو وتخرج من المياه these roots هذه الجزور help them get oxygen طيب هي بتخرج الجزور دي برا المياه فعشان بتخرج برا المياه يعني بتبقى جزء منها طالع برا المياه جزء في المياه وجزء برا المياه الجزء اللي برا المياه ده بيقدر ياخد من الهوى اكسجين لان النبات ده محتاج اكسجين فهو بيقدر ياخد اكسجين 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 يعني اكسجين يبقى هي عندها amazing roots جزور مدهشة which grow high بتنمو عالي out of the water بتطلع برا المياه ليه these roots help them get oxygen عشان to get oxygen يبقى ليه الجزور ربنا خلقها بتخرج برا to get oxygen to get oxygen when i touch it لما انا المس طبعا هنا اليد بيقولها tea عشان touch اخرها cha اخرها sound cha يبقى when i touch it the tree sleeves لما بلمس اوراق الشكر they felt very thick بتبقى بشعر بها ان هي سميكة الورق بتاع شكر المانجروف سميك يبقى هو اكلبني خلاص عن الجزر قال لي ان هو بيخرج برا المية to get oxygen طيب بالنسبة للليفز للأوراق thick سميكة طيب ليه سميكة برضو لها فايدة قال لي this is special leaves اوراق الشجر المميزة دي stop the plant is losing water بتوقف النبات ان هو يفقد المية when it's very hot لما الجو بيبقى حار يعني لما الجو بيبقى حار thick leaves دي الأوراق السميكة دي بتخلي النبات ما يفقدش المية ما يتبخرش المية ما تتبخرش من الورق اوكي we learned that احنا اتعلمنا we learned that احنا اتعلمنا انا that انا mangrove trees اشجار المانجروف بص يا ولدة اهي شجرة المانجروف بتلاقي ايه اهي طلع فوق كده والجزور بتاعتها نزلة في المية وطلع برا المية شايفين الجزور نزلة وطلع اهي بتاخد اكسجن من هنا mangrove trees help the environment بتساعد البيئة in many ways بطرق مختلفة mangrove trees اشجار المانجروف protect the non living things بتحمي الكائنات غير الحية and the living things والكائنات الحية in the marine ecosystem في النظام البيئي نبقى we learned that mangrove trees بنتعلم ان اشجار المانجروف help the environment بتساعد البيئة in many ways بطرق عديدة او كثيرة many كثيرة كلمة ways لها معنين طريق وطريقة طريق اللي بنيمشي عليه اسمه way والطريقة يعني الاسلوب اللي بنعمل بيه شيء اسمها برضو way يبقى way means طريق وطريقة mangrove trees اشجار المانجروف protect the non living things بتحمي الكائنات غير الحية and the living things والكائنات الحية in marine ecosystem في البيئة البحرية خدوا بالكو او في النظام البيئي البحري في النظام البيئي البحري طيب when there are storms لما بيكون فيه storms يعني ايه storms يعني عواصف لما بيكون فيه عواصف there deep roots الروتس دي بقى احنا قلنا deep عميقة تحت القرض تحت المية stop the sand washing away بتوقف الرمال ان هي تنجرف washing away يعني تنجرف يعني ايه لما تيجي الرياح ممكن تخلي الرمال دي تمشي تروح البحر صح كده الرمال تمشي تنجرف يعني البحر ياخد الرمال يحصل نحت للرمال لا هي بقى مسكة في الارض فهي مسكة في الرمال تخليها ما تنجرف يبقى دي فايدة تاني يبقى when there are storms the deep roots الجزور العميقة stop هنا القوبة قولها ah توقف the sand الرمال washing away انه ينجرف ينجرف يعني يمشي بعيد الرمال تمشي بعيد لا هي بتوقف انها تمشي بعيد the forest الغابات are also asif هم هي موت امن four mini animals لحيوانات كثيرة يعني حيوانات كثيرة بتعيش فيها hundreds of different kinds of fish مئات من الانواع المختلفة من الاسماك hundreds مئات احنا عارفين ياولاد كلمة hundred لا تجمع اذا جي قبلها رقم يعني اقول i have 100 bound 100 جنيه مثلا او 200 برضو 300 10 100 يبقى كلمة hundred لا تجمع اذا جي قبلها number ولكن لو ما جيش قبلها number زي هنا ممكن اجمعها فهنا هقول hundreds of different kinds of fish مئات من الانواع المختلفة من الاسماك birds والطيور insects الحشرات and الحيوانات الاسماك هم هم الاسماك الاكبر and other animals والحيوانات الاخرى couldn't catch them ما تقدرش تستطدهم الحياة ايه يعني قليلة بين الجسور بتاعتها بيستخبى السمك الصغير وفي المية الشل ودي الضحلة دي فما بيقدرش السمك يكله الكبير او اي كائنات تانية يكله ف that's how mangrove تريس help young fish survive فأشجار المنجروف دي بتساعد السمك الصغير انه يفضل على قيد الحياة the leaves اوراق الشجر of the mangrove trees بتاعد شجر المنجروف take four times more carbon dioxide بتاخد اربع مرات more carbon dioxide from the air بتاخد اربع اضعوف الغاز ثاني اوكسيديك كربون من الهوى than other kinds of trees اوضب الكربون الاشجار المنجروف بتاخد اربع اضعوف من من غاز ثاني اوكسيديك كربون from air من الهوى than other kinds of trees من الانواع الاخرى يعني الشجرة دي بتاخد اربع اضعوف الغاز من الاشجار الاخرى طبعا في عملية البناء الدو طيب طب ده هيفيدنا في ايه مش احنا قلنا ان بيسبب التلوث طب هي بتاخد اهو يبقى هي بتقلل التلوث صحي كده طيب بيساعدنا في ال يساعد في التلوث مال ومال الاحتباس الحراري بانا برضه لسا ايلا الاحتباس الحراري بييجي بسبب بسبب اللي هو التلوث يبقى جلوبال ورمين بييجي بسبب بلوشن ليه اقول لكم اللي عشان تبقوا فاهمينه كاربون داكسايد هو اللي بيحتفظ بحرارة الشمس فلما يبقى نسبته قليلة بيحتفظ بقدر قليل من الحرارة لما كاربون داكسايد غز سانوكسيد الكربون يبقى نسبته في الهوى كتير فبيحتفظ بحرارة شمس كتير فيسخن الأرض فيحصل بسبب التلوث وإيه اللي مسبب بلوشن كاربون داكسايد وغزات أخرى طبعا بيقول لي هنا احنا أيضا بنشوف ظهور صفرة صغيرة على أسجار المانجروف والحشرات الأخرى أنظم عليهم البيس اللي هو الناح بيعمل يعني عسل مخصوص من أزهار المانجروف شفتوا الشجرة مفيدة جدا كمان بتاعتها بتعمل البيس بيعمل منها عسل مميز الناس بيقولوا منجروف هني إن عسل شجر المانجروف بيساعد في فايت يعني محاربة فايت يحارب يحارب وياتشغر فينا جايب معنا محاربة بعض الأمراض and disease خدوا بالك illnesses أمراض و disease برضو أمراض يبقى بيساعد في محاربة بعض الأمراض ده إيه ده الهني العسل اللي بيتعمل من منجروف تريس ما أحبه أكتر ما أحبه أكتر عن بالنسبة للمانجروف كان إيه إن أنا أشوف كل الأنواع المختلفة بتعمل كميونيتي يعني كميونيتي يعني مجتمع ذات يبقى وطي لايك لسه بتحكي لنا عن الرحلة أكتر حاجة حبيتها مصد يعني الأكثر عن غابات المانجروف كل ده فاعل يا أولاد اللي هو اللي أنا حبيته أكتر في المانجروف كان اللي كان اللي حبيته أكتر ده سبجك هو رؤية كل الأنواع المختلفة بتعمل مجتمع الحيوانات الحشرات في المجتمع ده هتلاقي النباتات والحيوانات والحشرات كلها بتتفاعل مع بعض بتتفاعل مع بعض بتتعامل مع بعض بتتلائم مع بعض لتظل على قيد الحياة عمري ما شفت عمري ما شفت أنواع أو فصائل مختلفة وكتيرة كده من طبعا يعني الفراشوت المفرد بتاعها ايه بودرفلاي هي الواي هنا حزفت الواي وأضفت عشان قبلها كان المفرد بتاعها عمري ما شفت بودرفلاي مختلفة كده انه كان يوم عظيم يوم عظيم اجريد يوم عظيم عندي يوم عظيم singular مفرد جاء قبلها adjective جاء قبلها adjective اللي هو جريد وعشان دي singular noun جاء قبل الادجكتف بتاعتها الارت ا بتيجي قبل الاسم المفرد او قبل الصفة اللي بعدها اسم المفرد هي أو آن طبعا دلوقتي هنشرح قاعدة مهمة جدا اسمها relative pronouns relative pronouns يعني ضمائر الوصل relative pronouns relative pronouns ضمائر الوصل وهم who which وكمان معاهم where دول تلات كلمات يعتبروا ادوات استخدام هو معناها من وبتسأل عن العاقل لبا بسأل عن حد عاقل انسان يعني بقوله which معناها اي او اي يوم ودي بستخدمها لما يجي خير حد بين كذا خيار او كذا شيء اقول مثلا which sport do you like اي الرياضة انت بتفضلها وwhere معناها اين بتسأل على المكان يبقى اما اسأل على المكان بسأل بول دي كأدوات استفهم اللي انا قلته ده بقى انسوه ماناش دعوة بيه انا بتكلمش النهاردة عليهم كأدوات استفهم المال بنتكلم عليهم بنتكلم عليهم كأدوات ربط يعني ايه ادوات ربط او relative close او عبارات وصل يعني ايه عبارات وصل نشوف هو زي ما قلنا هننسى بقى اللي احنا قلناه خالص هو معناها ايه معناها الذي او التي او الذين او التي يعني للمفرد وقدام ماشي بس ايه للعاقل يعني ايه للعاقل يعني عائدة على انسان اي كلمة تدل على انسان سواء كانت اسم شخص كلمة عائدة على انسان زي person او someone او somebody او كانت اسم مهنة doctor vet او كانت اسم ارابة father mother اي كلمة تدل على انسان which معناها برضو زيها الذي او التي او الذين او اللائي يعني اي حاجة مفرد او جامع بس ايه لغير العاقل يعني ايه غير العاقل يعني كل الحاجات غير الانسان والحيوان كل الحاجات غير الانسان والحيوان where معناها حيث حيث عائدة على ايه على مكان يعني ايه الكلام ده يعني كده بصوا لما اقول مثلا لما اقول this is the man هذا الرجل هو help me ده الرجل الذي ساعدني حلا ايه عندي هنا ايه عندي هنا كلمة هو عائدة على مين على ذمان الكلمة اللي قبلها على طول يبقى ايه دمير الوصل ده عائدة على الكلمة اللي قبلها على طول يبقى هو هنا عائدة على ايه على ذمان الرجل هو عائدة على ايه على ذمان الرجل طيب هنا this is the man who helped me نشوف جملة تانية this is the cat which chased the mouse this is the cat which chased the mouse يبقى هذه القطة التي طاردت الفور يبقى هنا عندي ايه عندي which عائدة على ايه على ذكات الكات هنا غير عاقل طيب ناخد حاجتين this is the house هذا هو المنزل where حيث i was born حيث انا ايه اتولدت يبقى انا هنا عندي ايه عندي where عائدة على مين على ذا هو هنا اسم ايه مكان يبقى عندي اللي خدتهم دلوقتي ايه هو عائدة على عاقل which عائدة على غير عاقل where عائدة على مكان يبقى هو معلها الذي ولتي للعاقل which الذي ولتي لغير العاقل where حيث للمكان طب انا هبص على ايه في الجملة اسمعوني كويس هبص على الكلمة اللي قبل النقط بالظبط عشان هو هجيلي choose اختياري هتبص على ايه على الكلمة اللي قبل النقط بالظبط قبل النقط عندك عاقل حط هو قبل النقط عندك غير عاقل حط قبل النقط عندك عاقل حتحط هو قبل النقط عندك غير عاقل حتحط ويتش قبل النقط عندك مكان حتحط وير يبقى عاقل هو غير عاقل ويتش مكان وير طيب هو ممكن يا ميس ييجي قبل النقط مكان وما ينفعش حط وير اه بصوا المسال ده this is the house وبعدين ده الاسبيس اللي انا حكتب فيه ماي فاضر بيلت انا دلوقتي عندي مثالين فيهم this is the house وهوس هنا اسم مكين في الحالة الاولى الجملة التانية اللي هي I was born انا تولدت في البيت يبقى البيت ده جاي كمكان انا تولدت فيه يبقى هو هنا اسم المكان جاي كمكان يبقى اكتبه طب تعالوا نشوفوا الجملة التانية this is the house ماي فاضر بيلت ابي بنات الفعل التاني اللي هو بنات ما حصلش جوا البيت يعني البيت مش جاي كمكان حصل جوا حاجة لا ده هو نفسه اللي تبنات يبقى هو مش جاي كمكان جاي كشيء تبنا يبقى ايزا هنا ماينفعش حط وير هحط ويتش تاني يبقى المكان عشان اجيب بعد وير لازم الفعل اللي وراه يكون حصل فيه جواه لكن هنا ما حصلش جواه في الحالة التانية بتاعت ماي فاضر بيلت ده هو اللي تبنا البيت هو اللي تبنا مش مثلا ان بابا عاش فيه او انا عملت فيه كذا او حصل فيه كذا لا يبقى كده مش جاي كما كان مثال تاني حيوضح الموضوع جدا لما اقول اي باست يعني انا مريت على انا اتعلمت المثال التاني اي باست حصل جواه يبقى حط وير عشان هي مكان داية كما كان لو اللي سكول اللي فعل اللي وراها ما جاش جواها ما حصلش جواها ده انا بتكلم عليها هي نفسها يبقى ايزا انا حط ويتش طيب دايما وير هترجمها اللي فيه وويتش هترجمها اللي بس بص يا وليه اي باست دي زا سكول اللي انا اتعلم ولا اللي فيها انا اتعلم اللي فيها انا اتعلم تبقى وير طب هنا انا مريت بالمدرسة اللي فيها جنب الحديقة ولا اللي جنب الحديقة يبقى هنا ويتش طيب المفروض انا حبص على الفعل ده اللي هو بيحصل جوه المدرسة يبقى وير لكن هنا هي هي اللي بجوار الحديقة يبقى ان فيش حاجة بتحصل جوها هو في الجملة التانية انا قلت في حاجة بتحصل جوه المدرسة لا انا ما قلتش ان في حاجة بتحصل جوه المدرسة يبقى ايزا هنا هحط ويتش يبقى هي جاية كشيء مش كمكان يعني ايه مكان مكان يعني حفة بيحصل فيها حاجة موقع بيحصل جوه حاجة لو ما حصلش جوه حاجة مش هيبقى مكان هيبقى شيء يبقى الحالة الاولى وير عشان انا بتعلم في المدرسة الحالة التانية ويتش عشان انا ما فيش حاجة بتحصل جوه المدرسة هي هي اللي جنب الحديقة بوصي انا بيقول ايه انا في الاختيار يدعو بالكلمة اللي قبل النقطة على طول يعني شبه جزيرة يعني ايه شبه جزيرة يعني قطعة من الارض حواليها المية من ثلاث اجزاء بس مش كل نحية دي اسمها بننسلا 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 يبقى هنا عندي هو قبلها مين قبلها كلمة دي عاقي ويمت امان هو يبقى هو عائد على ايه عالمان قبلنا الراجل الذي works in a garden يعمل في حديث which ملك has a book which يبقى which عائد على البوك ليه دعو بقية الجملة لا الكلمة اللي قبلها بس we learn a lot about the area area يعني منطقة ده اسمه مكان where's the live هما بيعيشوا فين في المكان جايبها لي هنا بيقول لي ايه this is the shop the shop هذا المحل where I buy my needs بشتري منين منه يبقى هو المكان يبقى where لكن this is the shop which opens very early يعني opens very early حصل جوه المحل زي ما أنا هنا بشتري جوه المحل لا ده هو اللي بيفتح بدري يبقى هنا هحط which طيب ترجموا بقى this is the shop هو هذا المحل اللي فيه بشتري احتياجاتي هذا هو المحل اللي اللي بيفتح بدري اوكي وكده يبقى خلصنا شرح listen one and two فاضل نتدرب عليهم نحل التدريبات من كتاب الباهر هتلاقي الرابط بتاع حل التدريبات في صندوق الوصف في الفيديو ده شوف الفيديو التاني وحل معايا كل التدريبات لو استفدتم السيشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميس ايمان